ده بعد كده اوصل على النبي او بوصلها يا جدعان انا كل ده ساكن كل ده مش عايز اميدي ايدي ولا عايز اعمل زي ما هو بيعمل بتكلم باحترام وبأدب وباخلال لان ابن اخو ده مخطوب انا لو بدله اعمل اكثر من كده اي حد من قدامك او اي حد بتفرج انا اعمل اكثر من كده ممكن يكون حكا له? انا خايف اقول له كده خايف اقول له انه ممكن يكون قتل هنهار قبلة ده ورست عليه هست هتلاقيه ان شاء الله طب يا جدعان من غير اي مقدمات ومن غير اي رغي كتير المفروض اللي احنا جايين عند السفاح عرفنا اللي الطفل اللي جوه دوت مش ابن السفاح ولا حاجة ولا حد حد ما منتبعه ده طلع ابن اخو ابو اصالة ابو اصالة اللي بيصور معان اول وقت مكار مكار وابو اصالة هناك عمالين يتخنقوا اصلا فكر مكار اللي هو السبب في الحوار ده كله تعال يا جماعة بصوا تعال احنا راحلهم دلوقتي اصلا فكر مكار انا عمالين يتخنقوا انا دلوقتي انا دلوقتي لما جيت في الفيديو اللي فات انا كنت تعرف ان الواطس صغير ده يا عمي لا اولا انا حتى كنت تعرف وابا بيقولك اللي انا كنت تعرف يا عمي ما علمتناش نجيبه تخرباتني اصلا بالفيديو اللي فات يا اصلا يا جدعان انا ما علمش انا قلت الواطس صغير ده هيكون ابن السفاح حتى انا في الفيديو اللي فات سميته ابن السفاح لان هو الراجل كان مازك سينجا انا ما هتكوت مش هتكيبك يعني هو ماله هو ابن السفاح ابن السفاح ازاي اصلا الصفاح ده بيختف اطفال البلد كلها بيختف اطفال البلد كلها وبيقتلها اله هو اعلم باب مخوك عايز الوقت او لا مليز يا عمي يا عمي عم مشي بي عركál يا عام يا عمد. ماشو ضعب الكاميرا يا. ماشو ضعب الكاميرا. الكاميرا هي اللي معرفك يا عم ان ده ابن أخوه. بمعرفين الزاي؟ اي واسا هي اللي معرفات. قولك يا سالح ده عشان نلاقي حل الموضوع يا بو قاص deprived. كنا اللون هو عرف منين ده? عرف منين اللي ابن أخوه هنا. Warefもう IGNIA. ليه يا عمد يا صدي؟ بسها جنعات. ابن أخوه يا. قرار انا جاي معك. انا جاي معك او انتك المكان دلوقتي فيه ياسا. احنا ايش عارفنا لو هو بنحوش يا معصار. استنى ياسا استنى نمش مع بعدينا. طب ماشي مش عال تتكلم يا مكار. عم تابدى اوحيات ابوك ديها وهنخش. دلوقتي يجدعان المفروض ان حاجة بسيطة بس لازم انا نفهمها لكم. وفي ناس كي تراه وقالت لنا يا جدعان يا مكار خد معكم وانو يشغلوا جوه. انا بقول ان احنا في شهر رمضان يعني مفيش جن ولا فيه زهر ولا فيه شيطين بس انا اسمع كلامكم. وادين واخده هو الصب تعالى كده. قالي يومين ما عاملينو دور عليه يومين بن دور عليه. بص يا جدعان. جايبين الوقت هو معنا الصب مش اغلين على القرآن انا مش عايز اعالي صوت عشان احترمي القرآن. مفروض اللي احنا نخش جوا وااخد القرآن معايا ونخش للمكان السفاح سامنت وما طلبتم. انا عن نفسي انا مش عايز اخد حاجة معايا جوا لان احنا في شهر رمضانة اصلا. يعني مفيش سيحر ولا في جن ولا في الكلام ده. بس واعز ادابي اضنار. واعز ادابي اختفي. واعز ادابي اصلا مرتين في نفس الوقت. كل ده في الفيديات العديمة. انتو هكون عارفين كل حاجة. الوقت ابقى اصالة. الوقت الزغار اللي كان ما هجوه في الفيديو اللي فات. يبقى ابن اخوه. انا ما اعرفش. دعانو ربنا احنا ما نعرف كل الوقت ده ابن اخى ابقى اصالة. هو جاي عمال يزعق ويتكلم كتير وعمال يا هاري. طيب دلوقتي اجد عنا ما وطفت القرآن هوت. وهبدأ نخش جوه على القرآن واحنا مش هنتكلم. احنا مش هنتكلم طول ما القرآن ده شغال وهنادي قدينا نخش معنا بقى اصالة ومعنا زيزال وارا الكاميرا وان شاء الله اللي في خير ربنا يقدم. لايك على الفيديو ده واتعايزين نوصل الفيديو ده لمصر كله. الحمد لله اللي احنا عرفنا نزهر او عرفنا نجيب اهل التفل اللي كان موجود جوه. لان احنا من غير الفيديوهات ديت احنا ما كناش عرفنا نعمل اي حاجة. الفيديوهات بتاعي ده بتنتشر بطرها كبيرة جدا بسبب الناس اللي بتعمل لايكات وبشترك في القناة. يلا بينا. على القرآن بقى على الاخر. علمنا على الموبايل. ما قدنا ورقاها وكل شير احوالنا وفينا مره. صور يا صدق. 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 الاول. يا صدق بس جي لالقرآن. صدق الله العزيم. صدق الله العزيم. شين بقى? معرفش هو كان هنا. والله العزيم كان هنا. صور يا صدق كده المكان. صور يا صدق المكان. كان هناك لن يعني. صواني يا باصالة. صواني يصت بعد ياسنجيب ايه ديستان فلاش? تعالي بصت كده. بص يا كده عني الكلب ده كان خايف. وعدين هوت. يا عم الكلب ايه عموب تعايفني يصت الكاميرا. يا عام الكاميرا دي اللي هربتك الي ده اتنا. يا عم انا عايز يشوفه ابن اخوه انا قفر يا اص Давай και يا عم هو في المكان ده اطالة خاولوا اها كورو يا عم بالله انا المرة اللي فات. تصور يا ستا. بتنهار في اشي ما تصور يا عم كده. تعال قصة الودة التانية. تعال قصة ايه? ايه ده? هو ده الشل بتاع الشيكنا السبب? هو. هو ده الشل. هو وربنا. تعال قصة الودة ياسطا شلي ايیا يا عم بقولك ابن خويmist يا اصند. يا عم انا بدير عليها يا عم انا بادير عليها اهوة انا مش عايز priests jagene انا مش عايزучد ان. يعني يا قلي دفع وقل كلي ده مقدر ان ابن اخو مختوف. واعمل يبدي ايده واعمل يجه embraced. واعمل يقول يبل انا بأدبه وانا مقدر ان ابن اخو مختوف. وانا لو بدأش اوجد اعمل كده واكتر من كده ابو اص認 Cenاء يا بقول لأ sugar بقول لك ياسطا انا مسكينة بتخشي المسادر. يا عم الكامير دي. بقول لك اي ياسطا يا بواسطا انا عايز اشوف الحور ده ياسطا خلو انا كل ده ساكت لاجل ان ابن اخوه مخطوف وانا ساكت. يا عايز ياسطا ياسطا الكاميرا دي هي اللي خلت ابن اخوك نعرف هو اللي هو ابن اخوك اصلا. انا بيتفهمش ده اول ايه? انا بالوقت ايه انا هرجعه. لان انا كنت فاجر ان الواز الصغير ده ابن الصفاح. وانا قلت كده. والناس قالت كده. وزيزال قالت كده. يا بابن الصفاح هي اسطا والشغل القرف اللي انت بتقوله ده يا مكار. وناس اللي بتقوله يا مكار ايه صفاح? يا اسطا. السفاح ده عبارة اسطا عن واحد خطر جدا 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 وربنا. وممكن يقتلنا احنا كل اصلا. يا تلمين يا ابني انت مجلون. صالح يا نبي. طب تعالى تابواريني السفاح اللي انت بتقول علي ده. علي افضل السلام والسلام يالله. مش خنبيه بقينا يا ابني. والله مش خنبيه بقينا. معرفش ياسطا. يا ابني انت مجنون انت مجنون يا اسطا. يا عمي كاسة من بلا كان هنا. تعال يا اسطا كده يا عمي انا هكدب عليك ليه? انا هستفدي لما اكدب عليك. يالله طاب وين جزء الحوار طاب يا ما اكدب. انا ممكن امشي دلوقتي وماليش ضعب بيك ولا ليجا ادعب ابن اخوه. انا عامل كده بس لاجل الصحبية. انت عمل في كيفت ايه انا ساجل. هاي وا استعمشي دلوقتي. ايه تمشي. ابا اصلاенного انتك محنتش منيكم. احنا جايينينا عشان يجيبه. انا منشو دي الكلام الاره دة. يعني ده اخرت الخر اللي احنا بتعمله. يعني انت ده اخرت الخر اللي احنا بتعمله. يعني انت ده اخرت الخر اللي احنا بتعمله. تماني اسطا. نره اوستحة ده طيب كنا اصل لع النبي يا عمي على ايه. يلا يا راستك اينا مش راكرا انا هصار كده هجد عقا. وربنا كان في الحل تاني وكان في شوال كمان. ما عايزة عارف ايدي. معرفش. ما عارفش. ايدي. انا ما عرفش. انا ما عرفش ايدي. شفت الكلب ده. كان هوري موجود. وكان هوري بانا. الكلب عادي ياسطا ده ده كلب عادي. ياسطا عيشة. ايه يا ايه شام? ايه شام? وفي كلب وزريبة ايه يعني في ايه? يا صاحي ليجي هنا يعني يا عمي مطار. انت بابل حوار بتاعك ده ياسطا وتعالى تشوف ابن خاضي ده عليه. يا باب اصالة. يا باب اصالة. يا باب اصالة. كده ايه ده بقى كده وصلنا عينيجا واب اصالة يا جد عاني انا كل ده ساكن. كل ده مش عايز اميدي ايدي ولا عايز اعمل زي ما هو بيعمل. بتكلم باحتراهم وبأدب وباخلال لان ابناخو ده مخطوق. انا لو بدله اعمل اكثر من كده. اي حد من قدامكم قوي عادي بتفرج انا اعمل افتر من كده. فعشان كده انا ساكت ومحترين نفسي. طيب تعال تعالى كده. تعالى 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 تعالى. خد 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 بس. ممكن يكون حتله. انا خايف اقول له كده. خايف اقول انه هو كده. يا مرحب يا. دور اصالة عليه اصالة هتلاقيه ان شاء الله. تعال. تعالي. تعال. هل LA اي اصلا? تعال. هل Yiio زل?ып مش عايي اه. بلاش بلاش. يا باصالة هلLA اي اصلا sophisticated هلحب انا مكار. ايه? شايف اللي انا شايفه هناك ده? يا عم الله يا عمنا اشدقى بكده يا عم. اجدعان اجدعان ان شاء الله باذن الله هللاقيه. ان شاء الله باذن الله هللاقيه. طب انا قالك على حاجة يا شاب. قالك على حاجة خد. مش احنا جينا. مش احنا جينا. فتحنا كاميرا. وشغلنا القرآن ودخلنا. بتعمليك نخش من غير القرآن. ممكن يكون هو مظاهرة عشان القرآن ما زالك. ما زالك. يا مكار يا مكار ايه اللي ايه لها بقى اللي انت بتقوله بقى احنا في رمضان يا مكار. ما فيش شغل اللي انت بتقوله عليه ده. ازاي يا حبيبي. تعال. لابص احنا مفيدي. انت مريض يا ابني. اعمل اسمع الكلام بقى وبطل غلط بقى. بطل غلط بقى عشان بقى عشان ما نقصرش. طب ياسا اعمل لي اخي طيب ما تخلص ياسا انت متعرفش لجواي ايه يا اسطح. انت متعرفش لجواي ايه. فانت كده بتلاق عليك نقصر في الموضوع ونخلص نشوف هنعمل ايه هنجيبي الولد ولا لأ. ولا تسيبني انا وتجيبي بالتصرف اي انا. انت بتقول لي هنا ومش هنا. على فكرة. على فكرة احنا ممكن نسيبك وتولع انت وبدخوك. ماشي? بس احنا واقفين لاجل تقدير وانت واقفين معك وانت عملت تعصب علينا. مش فاهم يعني. انت مش مقدر ان انت بتعمله ولا ايه. يعني انا مش فاهم يعني. بقولك ايه على عام. بصة ايه يا معصلا ايه يا معصلا. انا عدها حاجة زلصة احنشي للكاميرا دي. اصلا. ايه ده اصلا كده. يا بده انا عما لي غلفينا. عما لي غلفينا و احنا سفين عشان خاطر وهو في موقف واعي. هنقفر الفيديو من الكلب ده وهنبك عن وجه اتاني يا بصدق تعالى يا ستاو. تعالى مع الكلام. يا عم هلأ ان شاء الله. يا ستاو محروق يا ستاو انت مش حاسس بحرقتي. اوه ماشي. صوروا كده. دعان انا خايف اقول لابو اصالة اني الودة تقتل. بقول لك ايه? يعني السفاح بيس. على فكرة مش بعيد والله. يعني السفاح حرفين بيت الاطفاق. ستما تجي نجرب نخش من غير القرآن طيب. قتل طفل قبل كده دفنه فوقه في الجبل ده صوت كده الجبل دفن فوقه هنا. فانا خايفكم قتل وحفر ودفنوا. لان انا شفت وصورت كل حاجة السفاح ده بيقتل الاطفال وبيحطهم في شوال وبيدفنهم. بياخد منهم اعضاء الله واعلم. انا مش عايز اقول ايه? بس لو قلت كده لهشام هشام هقل بالدنيا. فانا عشان كده مش عايز اقول لان هو ابن اخوه غلط في مرة واتنين وغلب في زيزان مرة واتنين واحنا ساكتين للاكله هو عنده حقه اصلا. بس انا برضو مش غلطان. لان انا جيت اللي هو الراجل ده راجل بنتين من ناس. واكيد خطف واحد واتنين وتلاتة وعشرة ومية. ها في الفيديو ده وافتح فيديو تاني. الفيديو تاني يتصور دلوقتي حالا حالا حالا. هنخش جوه من غير من شهر القرآن. ان شاء الله اللي فيه خير ربنا يقدم. وليك على الفيديو ده اجد عن الفيديو ده يوصل للدنيا كلها. يلا 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 يلا. سلام. سلام. افل افتح الفيديو بقى تاني بسرعة. نعم.